ما هو قرار دائرة البعثات والعلاقات الثقافية العراقية بشأن الدراسة في روسيا؟ وما هي قائمة الجامعات الروسية المعترفة من قبل العراق؟ أسئلة تحتاج إلى أجوبة والإجابة في هذا الفيديو مرحبا بكم في قناة ديبلوموفيتش معكم عادل القلعي خبير في التوجيه والإرشاد الجامعي معلومات هامة تجدونها في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو فقط 22 جامعة روسية معترفة من قبل العراق والسؤال هو على أي معيار تم تحديد القائمة؟ سوف نذكر ذلك وهو كالآتي أولا استعمال تصنيف أفضل الجامعات في العالم وفق وكالة التصنيف البريطاني QS وكذلك تصنيف أفضل الجامعات في العالم وفق المجلة البريطانية تايمز للتعليم العالي باختصار The وكذلك تصنيف أفضل الجامعات في العالم وفق الوكالة شانغاي الإسيوية للاستشارات كما تروني أي باختصار تصنيف شانغاي إذن كيف سيكون ذلك؟ في الأعلى سيكون موقع الجامعة الرسمي أنصحكم باستعمال اللغة الروسية مع ترجمتها الفورية إلى اللغة العربية بدلا من استعمال اللغة الأنجليزية الموجودة في الموقع الرسمي لماذا؟ لأنه باللغة الروسية فيها أكثر معلومات عن الجامعة وعن الاختصاص الذي تودون استكمالهم وفي الأسفل سيكون اسم الجامعة وكذلك اسم الجامعة في الفوق وما هو ترتيب الجامعة حسب التصنيفات العالمية إذن فننطلق ونتعرف جامعة موسكو الحكومية باسم لومانوسف تحتل المرتبة 75 في التصنيف الـ QS وكذلك تحتل مرتبة 158 عالميا في ترتيب The وكذلك تحتل مرتبة 97 في تصنيف شانغاي الصيني الجامعة التالية وهي جامعة سانت بيترسبورغ الحكومية وهي تحتل 270 مرتبة عالمية في الـ QS وكذلك تحتل في ترتيب The في تصنيف بين 601 و800 وفي الجامعة سانت بيترسبورغ الحكومية في تصنيف شانغاي تحتل المرتبة بين 301 و400 أما الجامعة التالية وهي معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا وهي جامعة وطنية للبحوث تحتل المرتبة 267 في تصنيف QS وتحتل المرتبة بين 201 و250 في تصنيف The وفي تصنيف الشانغاي الصيني تحتل بين 501 و600 أما الجامعة التالية وهي المدرسة العليا للاقتصاد وهي جامعة وطنية للبحوث وتحتل المرتبة 308 عالميا في تصنيف الـ QS وبالنسبة لتصنيف The هي تحتل بين 301 و350 تصنيفها عالميا وفي تصنيف شانغاي تحتل بين 601 و700 والجامعة التالية وهي جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية وهي جامعة وطنية للبحوث تحتل المرتبة 260 عالميا في تصنيف الـ QS وتحتل المرتبة في تصنيف The بين 800 و1000 تم ترتيبها عالميا بينما في تصنيف الشانغاي إذن هو بين ترتيبها 601 و700 والجامعة الأخرى وهي الجامعة الوطنية للبحوث النووية ميفي وهي تحتل المرتبة 308 عالميا في تصنيف الـ QS وتحتل المرتبة بين 401 و500 في تصنيف The وبينما في تصنيف الشانغاي فإنها تحتل المرتبة 701 و800 الجامعة وهي جامعة الأورال الفيدرالية باسم أول رئيس لروسيا ييلسن وهي تحتل المرتبة 335 عالميا في تصنيف الـ QS وتحتل المرتبة 701 و800 في تصنيف الشانغاي جامعة سيتشينوف الطبية الأولى الحكومية في موسكو وهي تحتل في الترتيب العالمي في ترتيب شانغاي بين 801 و900 وجامعة تومسك الحكومية للبحوث الوطنية وتحتل في تصنيف الـ QS مرتبة 264 عالميا بينما في تصنيف The تحتل المرتبة بين 601 و800 وفي تصنيف الشانغاي هو 901 و1000 والجامعة الأخرى وهي جامعة البوليتيكنيك بسانت بيترسبورغ للبوترس الأكبر تحتل المرتبة الـ QS 382 عالميا بينما في تصنيف The تحتل بين 301 و350 بينما جامعة سانت بيترسبورغ للتعدين فإنها تحتل في تصنيف The مرتبة بين 401 و500 وجامعة دون الحكومية التقنية فإنها تحتل في تصنيف The تحتل في تصنيف The وبالنسبة لجامعة موسكو الحكومية للهندسة المدنية وهي جامعة وطنية للبحوث فإنها تحتل تصنيف The العالمي بين 601 و800 بينما جامعة الصديقة بين الشعوب في روسيا فإنها تحتل في تصنيف الـ QS مرتبة 295 بينما في تصنيف The فإنها مرتبة بين 601 و800 وأما جامعة ميسيس للعلوم والتكنولوجيا فإنها تحتل في المرتبة 467 حسب تصنيف الـ QS بينما في تصنيف The فإنها تحتل بين 601 و800 جامعة إيتمو الوطنية للبحوث بسانت بيترسبورغ فإنها تحتل مرتبة 359 عالميا حسب تصنيف الـ QS بينما تصنيف The فإنها تحتل بين 601 و800 أما جامعة الباومن التقنية الحكومية بموسكو وهي جامعة وطنية للبحوث فإنه تحتل المرتبة 230 عالميا في تصنيف الـ QS وتحتل في تصنيف The أي بين مرتبة 801 و1000 وجامعة البوليتيكنيك بيتومسكو وهي جامعة وطنية للبحوث فإنه تحتل حسب تصنيف الـ QS مرتبة 398 بينما تحتل في تصنيف The بين 801 و1000 أما الجامعة الاتحادية بكازان وهي في منطقة الفولغا فإنها تحتل المرتبة 322 عالميا في تصنيف الـ QS وبين 801 و1000 في تصنيف The والآن نتعرف على معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية وهو يحتل المرتبة 345 في تصنيف الـ QS أما الجامعة الاتحادية للشرق الأقصى فإنها تحتل المرتبة 434 حسب تصنيف الـ QS وهذا رقمي للاستشارة في الجامعات الروسية وهو موجود على التليجرام وعلى الواتساب هذا هو بالنسبة للجامعات 22 المعترفة في العراق ولا تنسب أن تكونوا كذلك معنا في قناة ديبلوميفيتش على التليجرام ولحصول على أكثر معلومات فقط هاشتاك اسم الجامع أو اسم المدينة أو اسم الاختصاص وتأتيك الإجابة في العرضات ولا تنسى بأن تقرأ المعلومات الهامة في صندوق الوصف موجودة تحت هذا الفيديو وللحصول على مثل هذه الصورة في آخر المشوار الدراسي الجامعي في روسيا نصيحتي لكم بأن تختاروا الاختصاص الذي تحبونه أنت ولا تستمعوا إلى آراء الآخرين ماذا هم يريدون أن تقوم به أنت شكرا لكم على المتابعة وادمتم بخير